سرعان ما عاد الانفتاح العربي إلى العراق ولم يحتاج إلا إلى الوقت فقط زيارات متبادلة وعلى مستويات كبيرة جعلت من بغداد تفتح أبوابها أمام الأشقاء بعد سنوات من برودة العلاقات اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتنسيق على مستويات رفيعة دائما ما يخرج به أي لقاء عراقي عربي مع التأكيد طبعا على أهمية استعادة دور بغداد عربيا وعالميا مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر ولبنان والقائمة تطول فقطيعة الأمس لم تعد موجودة اليوم كون العراق محكوم بمعادلة التأريخ والجغرافيا وتقتضي العلاقات بالتحالف العربية سواء من الناحية الأمنية والاقتصادية والسياسية لما يتمتع به من عوامل الاستقرار في المنطقة الأمين العام للجامعة العربية أحمد بلغيط حتى رحاله في بغداد في زيارة رسمية حاملا الكثير من الملفات المهمة والتي تأتي في مقدمتها تفعيل مكانة العراق عربيا وأقليميا وتعزيز العمل المشترك وعلى كافة الصعود والاتجاهات خصوصا وأن المنطقة تشهد توترا أمنيا وسياسيا فضلا عن التحديات الاقتصادية اشتركوا في القناة